مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم فلوغ الفطور المصري حاجة جدا لذيدة اللي حب الطعمية واليوم بتشوفوا ألد طعمية وألد مخلل بدنغان حاجة جدا روعة وكمان عملت الخبز يلا خلونا بالمقادير أول شي من أعمال مخلل البدنغان شوفوا كل ما قلس مخلل البدنغان أكتر كل ما كان ألد يعني حاولوا أنكم تعملوا قبله بيومين قبله بيوم يكون ألد هنا عندي بدنغانة كانت معايا وخفت أنه تخرب فقلت يلا نعمله مخلل شوفوا أقطعه بشكل أنصاف بس ما وصلش لآخر حاجة نفس موضح لكم بالفيديو شوفوا كيف الفتحات تكون ممكن أي شكل تقطعوها وممكن كمان ما تقطعوه هنا بضيف شوية من الزيت وبدأ أحمر البدنغان أو أقليه شوية بس ما خليش يتحمر بعدين بضيف كوب من الماء الساخن وخليه لما يستوي أو لما يطري شوية بس كده استوى معايا وطره خلص الآن ببدأ أخليه إذا أنتم تتذكروا هادي اللي قطعها حق زمان أو اللي تقطع كنا نفرم فيها الأشياء عادوا فيه زي شكل الدرق الآن شوفوا بضيف فلفل رومي البيبر وكزبرة شوية وبقدونس وفلفل أخضر وثوم تمام؟ أو ممكن تضوفوا فلفل أحمر عادي المتوفر معاكم الشطة زي ما تحبوا فرومي تمام أنا أحب أخليها مقروشة عشان كده استخدم هادي الآلة أو ممكن تفرموه كل بليد صغير عرفتوا كيف؟ خلوه مقروشة تكون ألد خلص الآن تعالوا من عمل التتبيلة اللي هي عبارة عن كزبرة مطحونة وكمون وكمان أنا استخدم بسباس عدني الفلفل العدني إذا ما عندكم مش عادي سووا دبس فلفل أو ممكن شطة بودرة حمراء عادي زي ما تحبوه وهنا كمان عصرة ليمون شوفوا أن الليمون أحطفت فيه بماء بعلبة بماء تقلس معايا وماشاء الله الآن لسبوعين نفس كده الآن عملت بسباس عدني وعملت الليمون وهنا قد تكون كمون وكزبرة وملح وكمان شطبه ودر حطيت الآن بضيف الخليط اللي فرمنال اللي هو الفلفل الرومي والكزبرة والبقدونس والثوم وخلطه مضبوط مع بعض بعدين بضيف ملعقتين صغيرة من الخل لازم أقول لكم حاجة أنه الخل والليمون تضوفوا حسب تضوقكم ممكن أنتم تحبوه الليمونة كاملة تضوفوها أنا بس ضفت نصف الليمونة وملعقتين صغيرة خل بعد كده تبدأوا تحشو البدنغان نفس ما قلت لكم البدنغان كل ما قلس في هذه التتبيلة كل ما كان ألد وألد يعني حاولوا تعملوا قبله بيوم هو عادي تقدروا بنفس اليوم تعملوا وتأكلوا لذيذ بس تعرفوا الحاجة كل ما قلست بالتخليل كل ما طلع ألد خلص بعد كده تحتفظوا فيه بالتلاقي قلس أسبوع أسبوعين ما شاء الله ما يتغيرش يكون طعمه ألد وألد زي ما قلتكم والآن إيش منسوي منحضر الطعامية أو خليط الطعامية أول شي بيكون معانا فول مقروش أو متشوش الفول هذا اللي نقيبه من عند الطحون أو من عند اللي بيعول بقوليات إيش بسوي بابولو يعني بخليه منقوع بالماء بغسله تمام بنقوع بالماء سبع ساعات خمس ساعات بالكتير ما يطولش أكتر أنا يخليه خمس ساعات بعد كده أصفي من الماء وحطه بأكيس وفرزنه زي كده وقت ما أحب أفرزن كل كوب 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 أفرزن بكل كيس أحط كوب بعد النقع بعد أن أطلعه وخليه شوية يفك من التلق وأطحنه بأي طحانة بأي حاجة محضرة الطعام فرامة اللحم المتوفر معاكم شوفوا الآن أني بطحنه حطت من الكيس وهو يعني فك التلق شوية بارد بضيف شوية كزبرة وشوية وقدونس وكمان فصين من الثوم وبصل أخضر لتزودوش خضورة كتير عشان ما يسودش معاكم وقت القلي إذا أحتاج ماء في الطحن ضوفوا شوية ماء بارد عشان بس يتسهل معاكم الطحن خلاص الآن بعد ما طحنته بخليه على قنب في التلق وببدأ أحضر الخبز اللي مناكل فيه الطعمية عندي كوبين من الدقيقة الأبيض وعندي ربع ملعقة صغيرة ملح وكمان عندي ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الخميرة الفورية أخلطهم تمام مع بعض بعدين بضيف ماء بدرجة حرارة الغرفة ما يكونش حار ولا دافي لأنه القوحة معانا صيف نحنا ما نحتاجش ماء دافي إلا وقت الشتاء أضيف ماء بالتدريج لما أحصل على عقينة طرية بس ما تتلصقش باليد تكون متماسكة زي عقينة الخبز الطاوة اللي نحنا نعملها يعني شوفوا كيف متماسكة العقينة لأنه وقت الصيف ترتاح بسرعة الآن بخليه تتغطى بس يعني حق خمس دقائق وبرقاء عقينة مرة تانية شوفوا هذا لأنه اللي ما عندوش عقانة يرجعي عقينة مرة تانية خمس دقائق كده يقلسي عقينة عشان يعني كل ما عقنته وكل ما طلع قوامي أحسن وأحسن أنا عقنته وبعدين كده غطيته ورجعته خليه تتخمر سبع دقائق إلا عشر دقائق اللي ما عقانة مفيش داعي بس عقناة وحدة يعني مرة وحدة وخلاص يخليه عشر دقائق تتخمر بعدين يبدأ يقصمي زي كده كرات ونبدأ الآن شوفوا بعد ما قصمت كرات كمان أخليه ترتاح بس مش ترتاح يعني حق ثلاث دقائق وارقع استخدمي يعني فردة بس عشان تنفرد معايا عرفتو كيف يعني حين ما نخلش ترتاح كتير بس عشان تتسهل الفرد معايا الآن بحض طحين وببدأ أفردة بالشكل لا تكون سميكة ولا مررة في عز الورقة ولا السميكة نفس كيف أقول لكم يعني نفس سمك العيش اللي نشتريه من برع وهنا عندي رضاء أو عندي نخالة حق الدقيقة الأسمر أنا لما أنخل الدقيقة الأسمر البر ما أرمش النخالة اللي تطلع لي منه فقمعه وأفرد فيها الخبز مرات الصراحة هي يعني تعطي الشكل للخبز واستعطي له طعم حلو بقد أحط النخالة وأفرد عليه بس أول شي أفرده شوية شوفي أول شي أفرده بعدين أحط نخالة وأفرده مرة تانية يعني أزيد فردة أرفعه حاجة روعة جدا نقربوها للطريقة لا ترموش أبدا النخالة دايما نستخدموها في المخبوزات حتى للتزين وإنتم عارفين نحنا قلنا الفطور المصري تمام ما نعمل إيش فطور مصري والعيش حقه يكون دائري في مصر لكن في البيت طلبوا مني أني أسوي صامون عراقي الشكل الصامون العراقي هم يحبوا ده الشكل مش عارفين إيش يحبونه هذه غلطتني لأني مرة قلت أسوي وخلاص صاروا بالبيت بس إشتوا صامون عراقي يعني بقد تحياتي للعراق كمان هو مش نفس الطريقة يعني لكن نفس الشكل بصراحة بقول لكم أعمله نفس الشكل الصامون العراقي أنيش صراحة شبهبه بالعين أو القارب هنا في البيت يسمونه فم البطة يسمونه بعد كده شوفوا بعد ما فردتهم كامل أخليهم على فوطة مطبخ أبدأ من أول وحدة فرته يعني أسخن الصاج وخليه يسخن وأول وحدة فرته أحطه على الصاج الصاج يكون ساخن بس بعدين أني أوسط أخلي الحرارة وسط تمام وأبدأ أقلبه لازم التقليب أعد لما العشرة وأقلب بس يتشمع من القهتين يبدأ يتماسك لي حق شواء شواء حق لحم ودقاق بس أني رحت عملت فيه بالخبز أنت متقدروا تستخدموا أي شبك تاني تحطوه على العين وتعملوا نفس الطريقة ولازم التقليب عشان ينتفخ معاكم الخبز لازم الخبز يتقلب لازم تعدوا للعشرة وتقلبوه وبس لازم التقليب مش الله يطلع معاكم ألد خبز وشوفوا إذا نفتح معاكم شوية الخبز اقلبوه لازم تغطوا الفتحة اقلبوه على الفتحة عشان ينتفخ لأن الخبز بس ينتفخ يكون قاهز الآن شوفوا الصامون خلته يرتاح الآن لازم بفرده الصامون العراقي هذا لازم ينفرد يكون سمكه يعني لا رفيع ولا سميك الصامون العراقي ميكونش كتير رفيع زي العيش يعني أسمك شوية من العيش اللي نعمله الدائري فأني شوفوا كيف أفرده أول لازم زي أول كده نبطبطه نعمله شكل العين بعدين تخلوه يرتاح بعدين ترقعوا تفردوه عشان تسهل معاكم فرده بهذه الطريقة أفردوه عشان يطلع لي نفس كده الشكل إن شاء الله يكون موضح لكم الفيديو أول شي شكلنا وخلينه يرتاح بعدين خلاص أول وحدة عملته أطلعه على صاق ساخن شوفوا أنا استخدمت هذا الصاق العادي لأنه الصامون العراقي كبير معايا حقمه فاستخدمت العادي الصاق وبدأ أقلبه أعد للعشرة وأقلب أعد للعشرة وأقلب نار متوسطة تكون صاق كنت سخنته أعلى شي صاق خلته حار بعدين رقعت الأول ما حطت الخبز أخليه النار وسط وخلاص وأبدأ أقلبه عادي لازم يتقلب وده حسيته يعني مكان خرم عليكم قلت لكم أقلبوا الخبز على الخرم نفسه أو غطوا بالملعقة عشان الهواء ما يخرج هو إيش فكرة الخبز إنه أول ما ينتفخ خلاص الهواء الحار يبقى داخل ينضق الخبز من داخل أول ما ينتفخ رقع لكم أنتم شو تحمروا ولا لا لكن هو أسر إنه نقاح الخبز وإنه ينضق هو الانتفاخ لكن التحمير هذا بعضهم يحب إنه شي تحمر الخبز حاجة بسيطة فهو أهم شي إنه ينتفخ إذا انتفخ الخبز يعني الخبز نضق معاكم خلاص الهواء الساخن كله داخل الخبز يكون إن شاء الله تكون فهمتوا عليا ما شاء الله شوفوا كيف الصامون العراقي كيف حلو ما شاء الله يعني حكمه كبير مش صغير الآن ما شاء الله شوفوا كيف الخبز هذا الخبز الدائري ومع الرضة شوفوا كيف مع الخبز إنه خالة حق البر يا سلام وطري وحلو شوفوا أني أبدا ما أشتريش الخبز من برع دايما أسويه في البيت أول شي ريحت الخبز في البيت حاجة تانية وبركة سبحان الله يعني وطعمه لذيذ يعني خلاص يفضل هذا أنت يعني أنت مشهور بدا الخبز حقك أي أحد يقيا يأكله عندك أو أهل بيتك يأكله خبز خبز العيش الرغيف إيش ما تسموه كنتو أي نوع خبز تعملوه أنت تبقي مميزة فيه دايما خبز البيت كل أسرة تتميز فيه أو كل عائلة تتميز بنوع بالخبز والله بقدو هذا ريحتم ما شاء الله هنا حبيت أني أرويكم كمان من داخل كيف هذا الصامون العراقي ما شاء الله شوفوا كيف ما شاء الله واحد يعني سندوتش واحد يشبع ما شاء الله وخلاص خلاصنا من الخبز تعالوا نعمل طحينة هنا عندي طحينة سائلة الكمية اللي أنتم حابينة بعمله عصرة من الليمون أو ليمون زي ما تحبوا وشوية من الماء البارد وكمان رشة من الملح وخلطوها تمام تمام شوفوا الآن تخلطوها إذا أنتم حابينة ثقيلة خلاص نزودوش ماء لكن إذا تحبونا خفيفة زودوا ماء نحنا نحبي يعني شوية خفيفة فأني أزود ماء والماء لازم يكون بارد عشان تكون لوني أبيض ما يكونش لوني غامق هنا عندي الطعمية بعدما طلعتها بالتلاقة بضيف له ربع ملعقة من الكمون وربع ملعقة من الكزبرة وكمان ربع ملعقة من البكربونات الصوديوم ممكن تضيفه بكنج بودر بس هو ربع ملعقة من الكربونات الصوديوم طبعا هذه الكمية لكوب كوب من الطعمية وكمان ربع ملعقة من الملح وضيف ملعقة كبيرة من الماء البارد هذا ماء بارد والآن أهم خطوة أنكم تخلطوها لازم تخفقوها لما تدخلوا لهواء كأنكم تخفقوا بياض البيض أو الكيك شفتوا لما تدخلوا هواء للكيك طبعاً أنا خفقته بيدي لأنه بالملعقة بيدي لأنه كوب عندي طعمية قلت لكم لكن إذا هي كمية خفقونا بخلاط الكيك أو مع القانة لازم تخلوها كده قوامة يكون هش وأبيض شفوا كيف يفتح قوامة لأن على طول بقليها هنا عندي سمسم مع كزبرة ناشفة تمام مخلوط ببول يدي بالماء عشان ما تلتسقش بيدي وأبدأ كده أشكلها بيدي تمام وأبدأ أخذ من السمسم والكزبرة إذا مش حابين سمسم وكزبرة عادي يحقلوها سادة بس نحن نحب السمسم والكزبرة نار تكون متوسطة وأبدأ أنزل الطعمية ما شاء الله شوفوا الطعمية سر من نجاحة أو سبب من نجاحة إن تكون شكلية تحسونها كبير بس يعني خفيفة يعني خفة خفة فيها هذا دليل إنها طعمية ناجحة تكون كده تحسونها هشة وخفيفة زل غيمة هذا يعني إن نجاحة الطعمية إن شوفوا كيف شكلها كبير بس ما تقلتم سكوها حسوها خفيفة زل غيمة كده خفيفة ومليانة كده هواء وهشة ومقرمشة هذا عندكم طعمية ناجحة 100% خلاص بعد كده خلوتها وصل للون الدهبي وصفوها وقالت لكم انتبهوا تزودوا خضرة كتير عشان ما تستوش معاكم سودا وأكيد طبعا الطعمية مختلفة عن الفلافل مختلفة الفلافل بالحمص والطعمية بالفول وكمان إيش الباقية بالإيش بالدقر أو باللوبيا حقنا الباقية حق اليمن فهذا الاختلاف بين الطعمية والفلافل والباقية دايما نخلوا في بالكم إنه الباقية من اللوبيا أو الدقر والفلافل من الحمص وكمان الطعمية من الفول لازم هذا يكون في بالكم تمام هذا هو الاختلاف وبس هناك ابنا تعالوا نقدم أكلنا والله فطارنا المصري الحلو حطت الصحون هناك في مصر قدموا في الصحون ستيل أو معدن إش يفتح النفس وحطينا كده الشيبس وحطينا مخلل البدنغان ما شاء الله ريحة المخلل البدنغان رهيبة وتقدروا تاكلوا مع أي حاجة مش بس مع الطعمية حتى مع سندوتش القبنة تقدموا مع أي أكلات مخلل البدنغان وهنا عملت صلقة بيضة طبعا هناك يقدموا بيض مدحرق بالسمنة يعملوها بالسمنة البلدي بس أنا خلاص صلقة البيض وزي أنتوا بالصماق وقلت خلاص الحاصل دونيا حماو وأني اللي ادحركت مش البيضة بتتدحرك وحطيت هنا الطعمية ما شاء الله خفيفة وهشة ومقرمشة أنتم بتسمعوا الصوت كمان أنا خلت لكم الصوت وخلاص هنا قبت الخبز طبعا هناك في مصر يقدموا معاها الفول ومخللات ويعني أشياء وصلطة وصلطة يعني خيار مع بصل وطماطم حاجة تروعة المهم هنا قبت الخبز أو العيش فتحته كده نصين وبدأت أحشي اسمعوا بس شوفوا كيف هش مقرمش وناعم أنا سكت عشان تسمعوا وحطت البطاطس وكمان من المخلل البدنغان وعليه إذا أنتم حابين قد تكم السلطة وهناك في مصر يقدموا كمان فول فول بالزيت الحار زيت بدرة الكتان وبدور الكتان روعة روعة يعني بصراحة الأكل المصري يفوز أنا لما روحت مصر استمتعت بكل حاجة أكلته من موالح من حلام من أكل دسم من كل شي إن صراحة الطعمية والكشري كانت أكتر حاجة أحب أكله وكمان رز بلبن والأم علي والحولويات بشكل عام كنت أمشي وأكل بقد يعني الحمد لله سيطرت على وزني لكن تسلم يدكم أهل مصر بقد يعني بصراحة بقد أم الدنيا اللي يروح مصر ينسي الهموم المريض يتعالق المريض على طول يعني بصراحة بلاد تجيب الفرحة والعافية وشعب يجيب الفرحة والعافية تحياتي لكم المصريين وهنا ما شاء الله شوفوا كيف حشينا الصامون العراقي بالفلافل كده عملناه جامبو ريتشي ريتشي هذا السادواج إن شاء الله تأكلوا واحد تشبعوا أو حتى ممكن ما تكملونه لأنه كبير ما شاء الله بعضهم يسموه صاروخ تمام حال ده قدروا إن شاء الله تقربوا هذه الطريقة وتضبط معاكم وأكيد أني عارف أني بتضبط ودايما أنا أزلكم كده في لقات عن الفطور وعن الطبخات وكمان أنا قدمته مع الشاهي العدني مكسنا اليوم عدني مصري عراقي عملنا مكس اليوم إن شاء الله تعقبكم الوصفة قد تقوم وتقربوها وبالعافية ليولكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم